بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدين قناة المهدي الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم هذه من أحدى الآيات الإلهية الواردة في القرآن الكريم والتي فيها بشارة عظيمة للإنسان المؤمن أيها الإنسان لا تختم لا تحمل هم في مسألة رزقك الله سبحانه وتعالى قد تكفل لك بهذا الموضوع لك ولأطفالك ولعيالك يقول نحن نرزقكم وإياهم هذا وعد إلهي هذه بشارة إلهية من الله سبحانه وتعالى بأن الرزق أيها الإنسان مكفول لك إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده العاصين لا يضيع الناس الكافرين المشركين كل شخص يعطيه رزقه وإن كان عاصيا وإن كان كافرا وإن كان ملحدا وإن كان مشركا لا يضيع الله سبحانه وتعالى عباده فما بالك أيها الإنسان المؤمن وأنت تحمل في جوانبك وفي جوانحك تحمل ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليهم تحمل الشهادتين تحمل حب أهل البيت سلام الله عليهم هل يعقل بأن الله سبحانه وتعالى يتركك؟ هل يعقل بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكفل برزقك؟ حاشا لله سبحانه وتعالى هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهية كاره هذه من الأمور المقدرة كما أنت مقدر لك أن تعيش كذا سنة في هذه الحياة كذلك رزقك أيضا مقدر معك مقدر مع عمرك الله سبحانه وتعالى قدر لك أن ترزق كذا مبلغ من المال هذا لا يمكن أن يتغير لذلك قال لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهية كاره نعم الأمور الزائدة عن المقدر الأمور التي فيها تحتاج إلى أو تعتمد على عمل الإنسان على إرادة الإنسان نعم هذا أمر آخر ولكن لكل إنسان رزق مقدر كما أن الإنسان أجل مقدر وهذا الأجل ممكن أن يزداد وينقص حسب أعمال الإنسان كذلك الرزق نفس الأمر هناك رزق مقدر من الله سبحانه وتعالى ممكن هذا الرزق يزداد ببعض الأعمال وممكن أن ينقص ببعض الأعمال مثلاً الإنسان المؤمن إذا كان باراً بوالديه واصلاً لإرحامه هذا الرزق يزداد إذا كان الإنسان باغياً ومتعدياً على حقوق الناس هذا الرزق ينقص ولكن رسول الله يتحدث عن القدر الثابت بأنه هذا أمر ثابت فلا يستدعي منك أن تحرص كل الحرص على أن تنال هذا الرزق كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك تجدون بعض الناس من الصباح إلى المساء منهمك بطلب الرزق نعم طلب الرزق هو جهاد في سبيل الله طلب الرزق من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها أهل البيت سلام الله عليهم ولكن هذا لا يعني بأنك أنت تصرف هذا العمر الثمين من الصباح إلى المساء حتى تغلظ عينيك تصرفه كله في طلب الرزق تترك الواجبات تترك المستحبات تترك الصلة الاجتماعية تترك الجلوس مع عائلتك مع أولادك تترك كل أمر جعله الله سبحانه وتعالى لك في هذه الحياة كلها تتركها جنبا وتتفرغ فقط لطلب الرزق هذا ليس صحيحا في مذهب أهل البيت هذا شيء غير صحيح خاطئ لذلك رسول الله يقول لا تتشاغل عما فرض عليك من الأمور الواجبة بما قد ضمن لك فإنه ليس بفائتك ما قد قسم لك الرزق المقسوم لك هذا لا يفوتك ولست بلاحق ما قد زوي عنك أيضا الأمر الرزق الذي هو مزوي عنك يعني مبعد عنك غير مكتوب لك هذا مهما أردت أن تحاول أن تشتهد في هذه الحياة لا تناله فاجعل قسم أوقاتك بالشكل الذي يضمن رضا الله سبحانه وتعالى تكون فيه محققا لمرضات الله محققا لحقوق الناس عليك أولادك زوجتك أقرباءك أصدقائك هؤلاء كلهم لهم حق عليك تجدون بعض الناس حتى في الأفراح وحتى في الأحزان لا تشاهدهم لا تراهم يمر عليك سنة وسنتين وثلاثة وأنت لا تعرف أخبار هذا الشخص كل ما تسأل عنه يقولون لك في المحل يقولون لك في العمل يقولون لك في طلب الرزق يقولون لك في السفر لأجل بضاعة معينة هذا ليس ما يريده الله سبحانه وتعالى وأنت لم تخلق فقط لطلب الرزق هناك أمور أخرى أوجب أحق يجب عليك أن تؤديها لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق حتى لأصغر الحيوانات لأصغر المخلوقات فما بالك وأنت من أكرم المخلوقات على الله سبحانه وتعالى يقول انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها مكفولة برزقها مرزوق بوفقها لا يخفلها المنان الله سبحانه وتعالى لا يخفل هذه النملة وهي من أصغر المخلوقات ولا يحرمها الديان ولو في الصفة اليابس والحجر الجامس حتى ولو كانت هذه النملة في صحراء حتى ولو كانت في حجر جامد صلب كانت هذه النملة تعيش في هذا المكان الله سبحانه وتعالى لا يخفل عن رزقها فهل أنت أيها الإنسان المؤمن يسيء ظنك بالله سبحانه وتعالى وتعترض على الله سبحانه وتعالى وتخاف وتخشى على رزقك والله سبحانه وتعالى لم ينسى هذه النملة فهل يمكن أن ينساك حقيقة الإنسان هذه الكلمات فيها نوع من الصعق للإنسان بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى شيء يصعقه حتى يلتفت ينتبه تجد بأن الإنسان بعض الناس من الصباح إلى المساء يعترض على الله لماذا الله لم يرزقني لماذا الله لم يعطني لماذا لم أعطاني أقل من صديقي لماذا أعطى فلان ولم يعطني نفس ما أعطاه يعترض دائما ويخفل عن هذه الحقائق التي وردت في الروايات المباركة ووردت في القرآن الكريم والتي فيها بشارة للمؤمن ولكن هنا يجب علينا أن نشير إلى موضوع مهم جدا بأنه الله سبحانه وتعالى نعم تكفل لك برزقك وأعطاك البشارة قال نحن نرزقكم وإياهم ولكن هذا يعني بأنه يجب عليك أن تجلس في البيت ولا تطلب الرزق وتنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك لا هذا ليس صحيحا لذلك تجدون بأنه جاء أحد الأشخاص إلى الإمام الصالح سلام الله عليه والإمام سأله سأل هذا الشخص قال له ما فعل عمر بن مسلم سأله عن أحد الأشخاص يدعى بعمر بن مسلم فقلت جعلت في ذاك أقبل على العبادة وترك التجارة أصبح متفرغا للصلاة والصيام والعبادة والذكر وترك العبادة وترك التجارة فقال الإمام الصادق عليه السلام ويحه لم يقول نعم حسنا فعل وهذا أمر جيد وأمر مأجور عليه قال له ويحه أما علم إن تارك الطلب لا يستجاب له ألم يعلم بأن الذي يترك العمل لا يستجاب له دعاؤه إن قوما ثم قال الإمام الصادق عليه السلام إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت ومن يتق الله هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب هؤلاء ماذا فعلوا أغلقوا أبواب محلاتهم وتركوا التجارة وتركوا البيع والشراء وذهبوا إلى العبادة وقالوا قد كفينا يعني الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بالرزق فلماذا نحن نعمل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم لماذا أنتم صنعتم هكذا فقالوا يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب له دعاؤه عليكم بالطلب نعم الله سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقكم وإياهم هذا لا يعني بأنه أنت تجلس في البيت وتقول أن الله سبحانه وتعالى تكفل لي برزقي أنت اسعى اعمل جهدك في هذه الحياة في العمل في طلب الحلال وبعد ذلك دع الأمر وتوكل على الله وثق بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يتكفل لك رزقك في هذه الحياة جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بتعاليم أهل البيت عليهم السلام في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر